اشتركوا في القناة نتمنى هدلا فيديو تنال الاعجاب ديالكم اليوم ان شاء الله ستشوف معايا طريقة تحضير غريبة من احسن الغريبات كتجي زوينة بزاف بدون بيض كتجي شيشة ومرملة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم خليكم معا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير دون تعرفوا المقادير نحتاجوا 250 جرام ديال الزبدة مارغارين ستتعملوا الزبدة اللي كتبغيو ونحتاجوا كاس ديال زنجلان خضر ومهرمش يعني ما حمرتوش وكاس ديال كوكا ومهرمش ممكن تسبدلوه باللوز وغن نحتاجوا كاس ديال سكر حبيبات جوج اخميرة ديال الحلوة كاس لاروب ديال زيت ودقيق عندي نصف كيلو بسم الله على بركة الله ندوزوا نحضروا الغريبة في قصعة غدنا نزلوا الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ باش تسهل عنا الخدمة بها هنا غدنا نقطعها طريفات باش تسهل اكثر ومن بعد نضيف لها العناصير الاخرى وهنايا من بعد مقطع الزبدة غد نضيف لها كاس ديال السكر حبيبات من الاحسن اننا يعني تكون عندنا السندة او للسكر حبيبات من النوع اللي كون رقيق باش يسهل علينا ونضيف واحد واحد القبيصة ديال الملح كيف العادة ومن بعد غنضيفه الفاني هنا عندي فاني بودرة نضيف واحد معلقة كبيرة تكون عمرها مذيان باش تجي الغريبة ديالنا من السماء اه إلا ما كتلش توفروا على هاد النوع من الفاني ستعملوا زوج ديال الساشيات ومن بعد نخدمو هاد الزبدة هذي مزيان مزيان مع السكر يعني حتى يدوب معانا سكر والزبدة حتى هي يعني تطلق مزيان وما تبقاش فيها الطريفة ديال الزبدة ومن بعد نكملوا المراحل الأخرى وهنايا باش تسهل لنا اننا نمعكو الزبدة مع السكر غادي نضيفوا لها كاس إلا ربع ديال الزيت وغادي نخدموها مزيان مزيان يعني حتى تطلق وترجع لنا على شكل بوماد او لا على شكل كريمة ومن بعد انطلقها الزبدة مزيان 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 وكوكاو كيف ما سبق لي وكتليكم الزنجلان ما هرمش ما حمرتوش يعني خضر وبالنسبة لكوكاو راني حمرتو وانقيتو عد هرمشتو ممكن تتبدلو كوكاو باللوج صافي غادي نقوم نخدمو هاد العناصير هادو مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا يعني حتى ينسجمو لنا مع بعضياتهم ومن بعد غادي نضيفو الخميرة ديال الحلوة غادي نضيفو جوز ديال الأكياس من فئة 8 غرام يعني جوز ديال الأكياس يعني 16 غرام يلا كان الجو سخون أما يلا كان الجو بارد ممكن نزيدو نصف كيس آخر يعني باش يساعد الغريبة ديالنا أنها تشقق مزيان ونخلطو هاد الخاليط هادا مزيان مزيان ومن بعد نقوم نضيفو الدقيق تدريجي بشوية بشوية سنتحصل على لوحة العجين اللي تكون جينة طريقة ما تكون شقق صحة بشكل ونحاول أننا ما نعجنوهاش يعني نبقى نجمعه غيب رؤوس الأصابع باش نتحصل على واحد الغريبة اللي تكون مقار مشا وتكون تدف الفم وهنا كيف ما كتشوفون من بعد ما جمعات العجين يعني غيب رؤوس الأصابع بقال 50 غرام من نس كيلو ديال دقيق يعني تكون العجين ما كتلسق في الدين وتكون طريقة غذي نحتاج سكر لاصي وغذي نفرش واحد اللطة ديال الفران بورقة طهي غذي نحتاج حبات ديال اللوز أو حبات ديال الكوكاو هنا غذي نستعمل أنا شوية ندير فيه اللوز وسوية غذي ندير فيه كوكاو غذي ننكوور واحد كبيرة أو صغيرة وغذي نضغطو على اللوز وسط الحلوة أو كوكاو يعني حسب الرغبة شنو ما بغيتوا تديرو غذي يعني بغيتوا تزينو بكوكاو بكوكاو بغيتوا تزينو باللوز زينو باللوز وهنا كيف ما كتشفو طيبة الحلوة على درجة حرارة 170 درجة فران ديال الضو شعلته من الفوق ومن التحت يعني تشقيقات وتحمرات من التحت بنسبة الفران ديال الغاز غذي تشعل عليها من الفوق تشقق شوية ومن بعد غذي تطلعها الفوق يعني حتى التحمر من التحت عد تكمل هالطيب من الفوق وهنا كيف ما كتشوفو هدا والشكل النهائي ديال الغريبة تجي من اروع ما يكون غريبة اقتصادية زوينة بالزف في المضاق كيف ما كتشوفو كتجي مشقة وكتجي شيشة ومرملة من اروع ما يكون نتمنى هاد الفيديوتنا للاعجاب ديالكم وهاد النوع من الغريبة تعجب كم تهي وتجربوها وتركو لي في الكومنتر وهنا ما بقى للا نقول لكم وصلنا النهائي ديال الفيديو نتمنى هاد الفيديو تكون تخفيف هاد ريف على قلوب كم نتمنى انكم تجربو هاد الغريبة وتعجب كم وتركو لي في كومنتر كيف العادة ما تنسونيش من دعم كم للقناة بالاشتراك اللي بقي ما تشاركش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد زي من الفيديو الى عجبتكم بارتاج للقناة في مواقعكم التواصل بارتاج ما احبابكم واصحبكم باش تعمل فائدة دمتم في رعاية الله الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء